الرفع على يديني أخواننا بالفاتحة في المآتم ما يجوز ومن البدع كما قال علامة عثيمين رحمه الله تعالى هو من البدع إنما الجائز التعزية تعزي الناس بالتعزية المعروفة لله ما أخذ له ما أعطاه كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أو تدعب أي دعاء طيب البركة فيكم أحسن الله أعزاكم جبر الله كسركم إلى آخر من الدعاء الطيب تدعبه وتقابل الإنسان بالمقابلة الطبيعية المعروفة مقابلة الطبيعية إذا كان زمان بتقابله بتسلم عليه حسلم عليه بتقابله بالأحضان بتسلم عليه بالأحضان إلى آخر من المقابلات المعروفة لكن أما عقد مأتم والناس تجمعوا بعد الدفن ويصنعوا الطعام وجلوس ده كل من النياحة وده كبيرة من كبائر الذنوب مبجوز الدعاء خلف الإمام ده بعد الصلاة أيها الدعاء بعد الصلاة والدعاء للميت الدعاء بعد الصلاة يا أخواننا في الصلاة المكتوبة مبجوز دعاء جماعي يدعو الإمام ويؤمن الناس من خلفه مبجوز كما ذكر مالك رحمه الله تعالى في المدونة مبجوز والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا الصحابة فعلوه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر الثاني الدعاء للميت بعدما الناس أكملت صلاة الجنازة يقوموا بكيف ويقول لك الفاتحة بعدما الناس أكملت صلاة الجنازة يقول لك الفاتحة ده برضو ما من السنة ليس من السنة بعد انتبه بعد الصلاة لأنه عندنا هنا بيعمله بعض الصلاة انتهوا من الصلاة يقول لك الفاتحة مبشيلوا طوالي وده مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرعوا بالجنازة وما عرف عنه دعاء في وك الزيداء قال سرعوا بالجنازة فالسنة أول ما صليت ترفع العنقريب طوالب سرعة تسرع بالجنازة ولأن الدعاء أصلاً جوا الصلاة أنت يا أخي الصلاة أصلاً دعاه هي أصلاً دعاء وشفاء على الميت وانت جواه أقولت الله أم رحمه واغفر له وأبدله داراً خيراً من داري وأهلاً خيراً من أهلي وغسله بالثلج والماء والبرد ونقي من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس قلت الدعاء ده كله انتهت من الصلاة تاني في شنو قولك الفاتحة وانت حملتها قبل شوية شنو ما دعاء ده ذاته ده ما دعاء فما ممكن انتهت منه تاني الفاتحة ما في فاتحة تاني ده بدعة أما الدعاء بتاني خلي بالك بعد الدفن اندفن الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل يعني أول ما دفنه انتهوا من الغبر خلاص انتهى القبر في الوقت ده أول ما الناس بدأت تتحرك خلاص الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا لو روحوا وإنه لا يسمع قرع نعالهم يسمع صوت نعالاتهم رجعوا للروح ليه يسأل في الوقت ده تسأل ليه الله تثبيت اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته من البدع في الموضع ده من البدع في ناس بيقولوا بيقولوا يملوه يملأ قولوا يا فلان أوه يا فلان كان قولك كذي قول كذي قلت قاعد روحك في امتحان جغرافيا ما بتملوه يا فلان قولك كذي لا تشففوا يعني ولا شنو ما بتقول كده بتدعو الله يثبته ما بتملوه ما بتملوه حاجة انت هو ما يتفهم معك وماش يتكلم معك يعني ولا يسمعك جوى الغبر انت بتدعو الله البدعة الثانية في الموضع ده الناس بيدعو كده واحد بيقبل على الغبر تلقى كده انت بتدعو الغبر الغبر ده ما فيه شيء انت بتتسأل الله ترفع يدك ليه فوق تسأل الله والشيخ الألباني ذكر لطيفة قال انه الانسان يقيف عند القبر يستقبل القبلة ما تقبل على الغبر الناس اللي قام المو منك جوى الغبر كانوا في شيء ما في شيء جوى هنا انت بتسأل في الله من السنة انك انت تنتجه للقبلة وتسأل الله انت بترفع يديك يا الله ثبتوا يا الله ثبتوا يا الله ثبتوا يا الله ثبتوا عند السؤال كده لكن الناس اللي قوم مدنجرين كانوا داري لهم حاجة من الزور المييد تدعو الله الله في السماء تدعوه دول قبر دول قبر ده زولك أما الله سبحانه وتعالى في السماء الله في السماء تسأل الله في السماء لا لا يزول يدعو براو ما بيدعو بصورة جماعية زول يدعو والناس يأمنوا خلفه لا أبدا ولا من السنة يا أخوان ذكر محاسن الميت في موضع زيدا في ناس كمان عندهم غباء ده زيادة على البدع غباء فهمت إنه الواحد يقعد يتكلم ويذكر محاسن الميت هذا من النعي المحرم لا لا المولد من البدع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام نعم أي نعم ما ما فيه إشكال ما فيه إشكال في الدعاء قلناه الإنسان يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى وفي المواضع اللي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني اللي ذكرى إنه يدعو للميت بالتسبيت يدعو له بالتسبيت ما فيه مشكلة لكن الدعاء ما جماعي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله جماعي إذن يدعو براو أيذن يدعو أنه ربنا يثبته لكن ما فيه طريقة شنو جماعي أخواننا نحن وعدنا بأنه دايرين شيخ معاذي يسمينا بس لأنه نحن طالعين بعض السلام نحن نجلس